ايران اذا ردت قطعا لن تملك قوة جوية وذراع جوه متطور كما تملكه الولايات المتحدة او حتى الكيان الاسرائيلي لكنها تقوم برشقات باليستية عبر دولة عربية او دولتان قل وقطعا سيكون العراق هو الساحة والنشاط والممر الجوي المتاح لها كون احد السيناريوهات ان العراق هو المسافة الاقرب حتى تقطع هذه الصواريخ الفلسطية مسافة وحتى تؤمن نفسها من انها لن تتعرض لهجوم طبعا هذا اذا افترضنا ان هذا الهجوم مرة دون تعرض من قبل قواعد امريكية سواء قاعد اي الاسد او غيرها لهذه الطائرات ايران تحاول ان تصفع الكيان الغاصب بصفعة تردها بالمثل كما فعل الكيان حينما عبرت الاجواء العراقية طائرات للكيان وهذه الطائرات مرت من الاجواء العراقية لغرض توجيه ضربة لايران فلذلك ايران طالة اخرى تشعر بحالة من الاهانة والصفعة التي وجهت لها عبر ممر العراق والعراق في الحسابات الواقعية بنظر ايران انه دولة حليفة له ودولة موالية له وان كان جزئيا هذه الموالات لجماعات داخل العراق وليس العراق برمته واعتقد ان الضربة فيما لو حدثت وان كان ايران قد تستخدم الرد تدخره لغرض اقد شروط على الكيان من بينها ايقاف الحرب على غزة من بينها ايقاف القصف على جنوب لبنان وفيما تم لو سرب يا استاذ فاضل اليس بهذا الاجراء جر العراق الى دائرة الصراع يعني اعتقد العراق اندخلت يعني في واصبح طرفا قطعا العراق الآن غير مهيئ لان يصبح طرفا في القتال العراق لا يريد وليس من مصلحته ان يصبح بين مطرقة الكيان الغاصب وشندان تجار ايران لانه يعني اولا العراق يعني الدولة تمر بمشاكل داخلية كثيرة والدولة يعني الى الان تعتبر بالحسابات الواقعية من 2003 الى الان هي تعتبر بعمر فتي بلحاظ يعني اسرائيل التي تمأسست عبر اختصابها لدولة عربية اخرى من 1948 الى يومنا هذا او على ايران الدولة الفارسية الكبيرة المترامية الاطراف ذات المساحة اكثر من مليونين كيلومتر مربع بمعنى انه يفوق بضع يعني بضع اضعاف لمساحة العراق جغرافيا واعتقد ان العراق يحاول يعني ان ينسل من شباك ومن فخاخ ان يصبح طرفا في هذه الحرب